أهلا بكم في سرعة عبدين محمد غباشي يا رب دايما تكونوا بخير إن كان حبيبك تور البس له أحمر وإن كان حبيبك مجرم لبسه بدلة الإعدام باللون الأحمر خلي يتوكل على الله اللون الأحمر لون الحب والنار لون الإثارة والقوة لون التحذير والخطر في إشارات المرور لون الحزم والرفض وإظهار قوة الشخصية 77% من دول العالم أعلمهم بتحتوي على اللون الأحمر شركات كتير من العلامات التجارية لما تحب تظهر لك إنها شركة قوية وتلفت انتباهك بتعمل لك أغلب منتجاتها وإعلاناتها باللون الأحمر مطاعم التكوية علشان تفتح شهيتك وانت بتطلب من المينيو طلبات كتير بتعمل المطعم باللون الأحمر وزي ما هو لون الإثارة والعاطفة وهو رمز العيد الحب فهو كمان لون التحذير والخطر في إشارات المرور وأي إنذار ممكن نلاقيه على عربية بوليس، عربية إطفاق، إسعاف أو إنذارات الحريق في المباني وده لأن استجابة العقل البشري لللون الأحمر استجابة سريعة جدا عن باقي الألوان علشان كده أغلب إشارات التحذير موجودة باللون الأحمر دليل لاستجابة وسرعة رد الفعل عند العقل البشري وقت رؤيته لللون الأحمر وإنه هياخد قرار سريع وحازم بدون أي تفكير وبدون تردد وقت وقوع الخطر اللون الأحمر ارتبط معانا بلون الحب لأنه لون مشرك ودافي وبيعمل على إثارة مشاعر قوية لدى الأشخاص لكن في المقابل كمان هو مرتبط بالغضب وحدة المزاج في اللغة الإنجليزية دايما إضافة كلمة رد في جملة معينة بتعني تحذير أو مشاعر مطارة زي كلمة رد هندد يعني مشتبه فيه ورد هوت يعني متوهج وهائج وبنت زتوان رد يعني مستمتع بوقته جدا ومسترخي تناقض وتضارب كتير جدا في اللون الأحمر الميزة وعكسها علشان كده هو اللون الوحيد اللي له سلبيات وإيجابيات درجات اللون الأحمر كتيرة جدا لكن له بعض المصطلحات الأساسية المعروفة زي الأحمر البندقي والأحمر الفرسي والأحمر العقيقي والأحمر الشهواني والأحمر الإطفائي اللي بيبقى موجود على سيارات إطفاء الحريق والأحمر الكردينالي والأحمر اليقوتي والأحمر العليقي والأحمر القطيفي اللي احنا بنسميه اللون البنك والأحمر السايكوياني والأحمر التوكساني والأحمر البندقي اللي مايل شوية للبني والأحمر الصيني وأخيراً وليس أخيراً في درجات اللون الأحمر الأحمر البرجاندي دلالات كتير للون الأحمر سواء دلالات صحية أو نفسية في الثقافات القديمة زي الثقافة الصينية والمصرية اللون الأحمر لون سعيد الحظ عند الأسيويين الصينيين والمصريين والكدماء استخدموا اللون الأحمر في العلاجات الجسدية وكانت معروفة بعلم العلاج الضوء علماء النفس قالوا أن اللون الأحمر يرمز إلى الحب وعلماء الطاقة قالوا أن اللون الأحمر يرمز إلى الانتماء وتأثير تواطر وموجة اللون الأحمر على خلايا الجسم والجهاز العصبي بيمكن أنها تقوي روح الانتماء والتعاطف مع الأشخاص المنعزلين شوية أو اللي بيعانوا من التباعد الاجتماعي أو الأشخاص اللي عندهم مشاكل عائلية أو المغتربين اللي بيعانوا من الوحدة علشان كده اللون الأحمر بيدخل في علاج تعديل المشاعر السلبية وهنا نقطة مهمة داي خلينا اللي احنا نعمله في الليفنجروم علشان يعمل نوع من أنواع الدفء الأسري والانتماء والحميمية أغلب الناس اللي بترتدي ملابس باللون الأحمر بيكونوا أشخاص عندهم حب الظهور وحب لفة الانتباه وحب الناس وإثارة مشاعر الحب والاحتواء لأن اللون الأحمر لون يرمز للتفاعل مع الناس كمان نصيحة للسيدات والشباب ارتداءكم لللون الأحمر بيبينكم أصغر سنا وأكثر إشراكا بس مش أنا طبعا في تفسير علمي بيقول أن اللون الأحمر خلف شبكية العين وده بيجعلها في بعض الأحيان أنه يجبرها على التحدث بصورة أكبر وده بيفصر جذب الانتباه لللون الأحمر علشان كده عملوه من العلامات التحذيرية زي ما قلنا في إشارات المرور وفي إنذارات الحريق وده بيخلي الأجسام اللي باللون الأحمر تبدو أقرب مما هي عليه اللون الأحمر بيزيد ضغط الدم وبيخلي ضربات القلب أسرع لكن بقول لكم إن ده تأثير وقتي ولحظي وقت رؤية اللون الأحمر فمش لازم ينطبق على كل الناس وكمان بقول لكم إن ممكن أصحاب الضغط الواطي يعملوا بعض الغرف باللون الأحمر لكن ده برضو مش قعدة سابتة ممكن تنطبق على كل الناس فاكرين الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن اللون الأزرق وقلنا الأشخاص اللي بيعملوا دايت بيعيشوا في جو من اللون الأزرق علشان ده بيقلل شهيتهم شوية أما هنا هقول لكم الأشخاص النحيفين زي وبيحبوا الأكل يعملوا غرفة الطعام باللون الأحمر لإن ده هيفتح الشهية على الأكل الليفن جروم كمان نقدر نعملها باللون الأحمر لكن ياريت نتجنب معها اللون الأبيض لإن ساعات بيبقوا غلسين شوية مع بعض هنعمل اللون الأحمر في الليفن جروم لإن ده بيعمل نوع من أنواع الإثارة والطاقة الزايدة على التفاعل فمهم جدا في العلاقات الأسرية لكن تعال هنا أوعى تعمله في غرفة النوم لإن ده هيعمل عندك نوع من عنواع الأرق وعدم الاسترخاء وبالتالي مش هتعرف تنام وتدعي عليك لإن علميا اللون الأحمر بيوقز الطاقة البدنية وعلشان كده بينصحوا به بعض الرياضيين اللي بيديهم إحساس بالقوة وإحاء بالفوز فأكيد مش هينفعك في غرفة النوم تماما اللي هي مكان الاسترخاء بعض الصفات لللون المتناقض اللي عامل زي أصحاب برج الجوزاء الشيء وعكسه هناخد الصفات الإيجابية لللون الأحمر لون الحركة والطاقة والسرعة والدفت ولفت الانتباه والحزم والثقة والنشاط والإثارة والقوة والعطفة أما الصفات السلبية لللون الأحمر فهو لون العنف والاستبداد والعدوانية والغضب والحالات المزاجية أكيد طبعا المتقلبة والتمرد والعنف وغالبا إحنا كمصريين بنستغرب شوية اللي نعمل اللون الأحمر في بيوتنا لكن نرجعوا للأصور المصرية زمانها لو أن أغلب الغرف المهمة جدا كانت باللون الأحمر زي غرفة الإبسون في أصر الأمير محمد علي توفيق في المانيال وزي الغرفة اليابانية في أصر عائشة فهمي في الزمالك وزي أغلب غرف أصر السكاكيني باشا في حي الظاهر وزي الغرفة الوردية في أصر البرون إمبان في مصر الجديدة كل الأصور دي تم تصميمها من قبل مهندسين معمريين مشاهير جدا وذو علم وثقة فأكيد ما اختروش الألوان دي من فراغ لكن في النهاية مسألة الألوان هي مسألة زوق ومسألة مطروكة لنا كلنا وكل واحد بيميل للون معين وحتى حبه لنفس اللون مش لازم يشوفه في أكتر من مكان يعني ممكن أحبه في اللبس لكن ما حبهش في بيتي وممكن مثلا أحبه في لون عربيتي كتليل الإصارة والقوة ولفت الانتباه وحب المظاهر لكن بالتأكيد مش هحب اللي أنا أشوفه في بدلة رسمية عليها وفي النهاية أحب أشوفكم دايما على خير وأحب أشوفكم بتعملوا لايك واشتراك في القناة شكرا أشوفكم على خير شكرا أشوفكم على خير